اشتركوا في القناة اما بعد فإن من سعادة المريان يرتبط بكتاب الله بقراءته وفهمه وتدبره وتأمل معانيه واستنباط الأحكام منه ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولعلنا إن شاء الله في درسنا الثاني من دروس تفسير سورة الإسراء نقرأ وعددا من الآيات من هذه السورة العظيمة فليتفضل القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا هذه الآيات في سورة الإسراء تتحدث بخطاب موجه إلى المسلمين وغير المسلمين تنوه بأمور عظيمة يغفل عنها كثير من الناس فمن ذلك بيان مزيّة هذا الكتاب القرآن العظيم فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوام وسمّاه قرآنا لأنه يقرأ ويتمكن الناس من قراءته سواء قرأوه من صدورهم أو من صحائف المصحفي وقوله إن هذا القرآن فيه بيان أن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي أنزله الله جل وعلا وهو عين كلام الله سبحانه وتعالى وقوله يهدي أي أنه يرشد ويبين الحق من الضلال وبالتالي من تمسّك به وسار على هديه فإنه يحصل على أقوام الأحوال وأفضلها وأقوام من القيام كأنه قد قامت حياته وآخرته على أحسن الأمور وأفضلها فإن أحوال الناس من يوصف حاله فمن الناس من يوصف حاله بأنه حال قائم بمعنى أنه قد وجدت عنده كل مطالبه بينما يقال عن من لم يتمكَّن من الوصول إلى مطالبه حاله منبسطة وحاله غير قائمة وقوله ويُبَشِّر أي أن هذا الكتاب جاء بشارةً بالخبر السار الذي يُبَشِّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات فلابد من دخولٍ في هذا الدين وعملٍ صالح حتى يكون الإنسان من أهل هذه البشارة والعمل الصالح يشمل وأربعة أمور أولها فعل الواجبات وثانيها فعل المندوبات وثالثها ترك المحرمات ورابعها ترك المكروهات فهؤلاء يُبَشِّرهم الله بأنَّ لهم أجرًا كبيرًا أي ثوابًا جزيلاً ولم يعيِّن هل هذا الثواب في الدنيا أو في الآخرة ولا أظهر أنه يشمل الدارين لكنَّ نعيم الدنيا منغص وأما نعيم الآخرة فإنه صافٍ لهم ويُقابل هؤلاء أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة أي كذَّبوا بيوم المعاد الذي يُحاسَب فيه العباد وبالتالي لم يستعدوا لذلك اليوم وأقدموا على أعمالٍ سيِّة لأنهم لم يخشَو من عقوبة الله في يوم القيامة فهؤلاء قال الله عنهم أعتدنا أي هيئنا وجهَّزنا ووضَّبنا لهم عذابًا أليماً أي أنهم يتعذَّبون بعذابٍ مُؤْلِمٍ يُؤْلِمُهم قال تعالى وَيَدْعُوا الْإِنسَانُ بِالشَّرَّ في هذه الآية بيانوا أن بعض الناس يستعجل ما يعود عليه بالسوء والشر في الدنيا سواءً بإقدامه على العمل السيِّ أو بدعوته على نفسه وعلى من تحت يده بدعوات السوء التي تصيبهم بالسوء والشر في الدنيا بينما المؤمل من الإنسان أن يدعو الله جل وعلا بالخير وأن يعمل الأعمال الصالحة التي تعود عليه بالخير فقوله ويدعو الإنسان بالشر تشتمل معنيين أحدهما إقدامه على المعاصي والسيِّيات والثاني طلبه من الله أن يُنزِل السوء والشر به أو بمن سواه وكان الإنسان عجولاً أن يستعجل الأمور وبالتالي تغره الدنيا فينظر إليها وينسى الاستعداد للآخرة فإنه لما ذكر أن هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة كانوا من قبيل من استعجل النتيجة في الدنيا فكان ذلك من أسباب خسارته للدنيا والآخرة ثم ذكر الله جل وعلا آيات عظيمة تدل على عظمته سبحانه ألا وهي آية خلق الليل والنهار فقال وجعلنا الليل والنهار آيتين أي علامتين عظيمتين يستدل بهما على قدرة الله جل وعلا فتكون سبباً من أسباب إقدام الإنسان على طاعة ربه فإن قدرة الله على تغيير ما في الكون في لحظات يسيرة بينما هو نهار مشرق وضياء مستمر ينقلب الكون إلى أن يكون مظلماً لا نور فيه وهذا في كل يوم مما يدل على قدرة رب العزة والجلال ويترتب على ذلك عدد من منافع الخلق من ذلك أنهم يجعلون النهار محلاً للمعايش والليل محلاً للراحة والنوم ومن ذلك أيضاً أن يجعلوها سبباً من أسباب العدد والحساب بحيث يجعلون آجالهم مرتبطة بالأيام والشهور ويجعلون شهورهم وأعوامهم ويجعلون شهورهم وأعوامهم مرتبطة بهاتين العلامتين ولذا قال فمحونا آية الليل أي جعلناها مظلمة جعلنا الليل مظلمة ليكون ذلك محلاً للراحة وجعلنا آية النهار مبصرة أي مضيئة يتمكن الإنسان من مشاهدة معالم الأرض فيها ثم ذكر شيئاً من الحكم التي تترتب على ذلك فقال لتبتغوا فضلاً من ربكم أي تتمكنوا من المكاسب والمعايش في نهاركم فتطلبوا فضل الله عليكم في هذه المكاسب وفي هذا إشارة إلى أن الغناء ليس بجهد الإنسان ولا بقدرته وإنما الغناء بفضل الله ورحمته وفي هذا بيان أن ما يرزقه العباد من الخيرات محظ إحسان من الله تعالى فإن العباد مهما قاموا به من عمل صالح فإن أعمالهم الصالحة لا توافي ولو جزءاً يسيراً من نعم الله جل وعلاً ومن فوائد جعل الليل مبصراً والنهار جعل الليل مظلماً والنهار مبصراً أن يعلم الناس عدد السنين فإن السنوات مرتبطة بالشمس والقمر فإن القمر لما كان يتغير حاله ما بين أول الشهر ووسطه وآخره كان ذلك منطلقاً لحساب الأشهر ولذا قال طائفة بأن قوله محون آية الليل أي أن القمر يذهب ضوءه ويبقى مظلماً في عدد من أيام الشهر قال ولتعلم عدد السنين وفي هذا دلالة على اعتبار السنة القمرية وقد جاءت النصوص ببيان أن السنة القمرية يعتمد عليها في عدد من شعائر الإسلام كصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وأداء الصلوات كصلاة العيدين وغيرها من الأحكام وهكذا قد جعل الله الليل مغايراً للنهار من أجل أن يعلم الناس الحساب فيعلموا عدد الأيام وبالتالي يجعلون مواقيت لأعمالهم وآجالهم وعهودهم وعقودهم مبنية على ذلك قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلاً أي أن الله من رحمته ومن فضله أحسن إلى العباد بأن بين لهم هذه النعم في كتابه ثم هو دبرها على التفصيل فهناك تفاصيل في آية الليل وآية النهار لا يعلمها كثير من الناس قد فصلها الله جل وعلا ثم قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه من الناس من يكون من أهل الخير ومنهم من يكون من أهل الشر وقد جعل لكل واحد منهم فلن يتعلق به بحسب عمله الذي يؤديه وكانت العرب تطلق على حظوظ الناس الطير ولذا خاطبهم بما يفهمون في لغتهم ولذا قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وفي هذا إبطال لعقائد الأهل الجاهلية في الطير حيث كانوا يعتقدون أن الطيور يكون بسبب قدومها من اليمين أو من الشمال سعادة الإنسان أو بؤسه وهذه الاعتقادات اعتقادات باطلة بل ما رد ذلك إلى فضل الله أولا وعمل الإنسان ثانيا فمن أقدم على الخيرات فإن الله يجازيه بمثل عمله ومن أقدم على السيئات فإن الله جل وعلا يجازيه بمثل عمله كما في قوله جل وعلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ثم قال ومن هنا قال في هذه الآيات من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها قال تعالى ونخرج له أي في يوم القيامة يجعل الله عز وجل لكل واحد من العباد كتابا ومنشورا مكتوبا قد سجلت به أعماله وسجلت حسناته وسيئاته يلقاه منشورا أي مفلولا يتمكن من قراته ويقال له اقرأ كتابك أي إن أعمالك قد سجلت وبالتالي هذا الكتاب قد أحصى جميع أعمالك ولذا قال الله تعالى قالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا قال الله كفى بنفسك أي أنت عندما تشاهد كتابك الذي نشرى ما مع عينيك فإنك ستحاسب نفسك وستعلم كم فردت في الدنيا وكم فوتت على نفسك من أوقات لم تستعملها في طاعة الله جل وعلا فحين ذاك تحاسب نفسك على ما كان منك من تقصير ومخالفة ثم قال تعالى من اهتدى أي من أخذ بهذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوام فإنما يهتدي لنفسه فالله غني عن العباد غني عن طاعاتهم وإنما يريد أن يبتليهم وأن يختبرهم وفي المقابل من ظل أي من ترك الاهتداء بالقرآن ولم يرجع إلى كتاب الله فإنه يظل عما يكون نافعا له وعما يكون مصلحا لأحواله وعما يجعل حياته قائمة على أحسن الأحوال وأكملها ومن ظل فإنما يظل عليها قال ولا تزروا وازرة وزر أخرى أي أن الأعمال التي يؤديها الإنسان السيئة لا يؤاخذ بها غيره متى كان ذلك الغير لم يكن سببا في تلك الأعمال وهكذا لا يتمكن أحد من أخذ السيئات التي تكون على غيره ثم قال على إظهار العدل منه سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي لا يلحق الله عذابا في الدنيا ولا في الآخرة لعبد من العباد حتى تقوم عليه الحجة فهذه سنة الله في الكون أن من ظلم إذا لم يعلم بشرع الله فإن العقوبات لا تلحقه ولذا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أن يرشد الخلق ويبين لهم شرع الله ويوضح لهم الحق من الباطل فمن اهتدى كان ذلك من أسباب صلاح أحواله وهدايته للتي هي أقوم ومن ظل فإنما يظل عليها يتنزل به العقوبات في الدنيا والآخرة وهذه الآيات من سورة الإسراء آيات مكية خاطب الله بها أهل مكة يحذرهم من أن يتركوا الاهتداء بالقرآن ويبين لهم أن ذلك من أسباب نزول العقوبات بهم في الدنيا وفي الآخرة ولذا قال تعالى وإذا أردنا أي قدر الله جل وعلا وأراد إرادة كونية أن يهلك قرية يعني من فيها من الساكنين أمرنا مترفيها أي جعلنا وجهاءها والمتنفذين فيها ومن توفرت لهم مطالبهم الدنيوية يقدمون على أنواع المعاصي والفسق قال ففسقوا فيها أي في تلك القرية فحق عليها القول أي استحقت أن تعذب وأن تنزل بها أنواع العذاب فحينئذ يدمرها الله تدميرا أن يهلكهم ويهلكوا ما عندهم من أنواع الحضارة على اختلاف ما لديهم من النعم ثم ذكر الله من يقرأ القرآن وذكر أهل مكة بما فعله بالأمم السابقة التي كذبت ولم تهتد بما أنزل الله من الوحي حيث نزلت بهم العقوبات العظيمة ولذا قال وكم أهلكنا من القرون كم هنا للتكثير أي هناك قرون كثيرة عديدة قد أهلكها الله جل وعلا بسبب ذنوبهم وبسبب فسقهم وبسبب إعراضهم عن الاهتداء بكتب الله ولذا قال وكما أهلكنا من القرون وجاء بلفظ القرون ليبين أنهم أمم كثيرة عاش فيهم من جاوز المئة سنة ومع كونهم أمما كثيرة وجد فيهم أعداد وفيرة ومنهم كبار السن وصغاره إلا أن ذلك لم يغني عنهم من الله شيئا وأنزل بهم العقوبة قال من بعد نوح ليذكر العباد بقصة نوح عليه السلام وكيف أغرق الله قومه بعد أن كذبوا نوح عليه السلام ولم يهتدوا به فالقادر على إغراق قوم نوح قادر على إهلاك أهل مكة وقادر على إهلاك من كان يعرض عن الوحي ولا يهتدي بهداها قال تعالى وكفى بربك أي أن الله قد أحصى ذنوب العباد وقد اطلع عليها ولم يخفى عليه شيء من أفعالهم فهو يعلم قليل الأفعال وكثيرها وهو سبحانه يعلم الظواهر والبواطن ويعلم ما تجرحه الجوارح ولذا قال وكفى بربك بإذنوب عباده خبيرا بصيرا أن يعلمها ويطلع عليها ويراها وهذا من قدرته جل وعلا حيث يشاهد أحوال العباد على مدار الأرض في جميع السنين لا يفوته شيء من أحوالهم فكل أفعالك وكل أقوالك وكل حركاتك مسجلة قد شاهدها الله جل وعلا وراها وسيحاسبك عليها فالبدار البدار بتوبة صدوقة فهذه الآيات العظيمة اجتملت على معاني كبيرة فأولها أن الهداية الحقيقية تكون بالقرآن العظيم وأنه كلما ارتبط الإنسان بالقرآن ازدادت هدايته وفي هذه الآيات أن قوام الحياة الدنيا على الاهتداء بشرع الله وبوحيه فمن تمسك بالشرع فإن الله جل وعلا يتولى شأنه ويكون معه وفي هذه الآيات بشارة أهل الإيمان والعمل الصالح بأن يكون له ملاجر الكبير والثواب الجزيلة وعطف الإيمان وقوله المؤمنون وقوله ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات فيه إشارة إلى دخول العمل الصالح في مسمى الإيمان وفي الآية دلالة على أنه ليس كل عمل مقبولا وإنما يقبل من الأعمال ما كان صالحا ولا يكون العمل صالحا إلا بأمرين أولهما أن يكون خالصا لله لا يراد به أحد سواه وثانيهما أن يكون العمل على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العمل لا يكون مقبولا إلا بهذين الشرطين ومتى تخلف أحد هذين الشرطين فإن العمل يرد على صاحبه ولا يكون مقبولا عند الله عز وجل ولذا قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي أنه غير مقبول عند الله جل وعلا بل هو مردود عنده وفي الآيات تحذير الإنسان من أن يختار الأعمال السيئة ويقدمها على الأعمال الحسنة وتحذيره من أن يستعجل ثواب الدنيا بما يفوت عليه الآخرة وفي هذه الآيات تحذير الإنسان من أن يدعو الله بنزول الشر على نفسه أو على غيره بل الذي ينبغي به أن يدعو بالخير وهنا مسألة ننبه إليها وهي أن بعض الناس إذا وقع عليه ظلم من أحد من العباد دعا على ظالمه وبذلك يفوت على نفسه الخير والفضل فإن المظلوم له دعوة مستجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا استعملها فيما يعود على نفسه بالخير كان حاصلا على سعادته في دنياه وفي أخرى ولذا إذا دع المظلوم فليدعو الله بما يجلب عليه الخير ويدفع عنه الشر وأما الدعاء على الظالم بما يلحق الظالم من شر لا يستفيد منه المظلوم فإنه لا ثمرة له فيه وفي هذه الآيات دعوة الإنسان إلى المقارنة بين الدنيا والآخرة بحيث لا يستعجل الإنسان في أموره فيطلب ثمرة الدنيا بما يفوت عليه نجاح الآخرة وفي هذه الآيات التنويه بالآيتين العظيمتين وهما آيتاء الليل والنهار فهما علامتان عظيمتان على قدرة الله سبحانه وتعالى كيف يغير أحوال الكون وكيف يفصل ذلك وتفصله بكون النهار والليل في أوقات محددة معلومة يعلم متى وقت دخول النهار ووقت دخول الليل وما ذاك إلا أن الله قد أتقن هاتين الآيتين العظيمتين وقوله في هذا وجعلنا الليل والنهار آيتين فيه أنه ينبغي بالإنسان أن يتفكر في العلامات الكونية التي جعلها الله عز وجل في الكون ليكون ذلك من أسباب مخافته من الله وتعظيمه له سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات فضل الله على العباد بأن ما يز بين الليل والنهار وجعل لكل منهما وظيفة تختص به تتناسب مع حاله قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وفي هذه الآيات جواز اكتساب الإنسان وسعيه في الاكتساب وأن ذلك لا ينقص من مرتبته بل متى نوا بذلك التقرب لله كان مأجوراً على اكتسابه ولذا امتن الله على العباد بأن يسر لهم النهار ليبتغوا فيه الفضل من الله جل وعلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير وقد قال الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق وقال جل وعلا على لسان موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقد امتن الله على العباد بما أنزله عليهم من الخيرات في الدنيا ولو كانت هذه الخيرات وهذه الأموال مجرد أمر مذموم لم امتن الله على عباده بها فلما ذكرها الله على سبيل التعريف بنعمه كان الاكتساب للوصول إليها من الأمور المحمودة متى نوا بذلك الاستعانة بها على أمور آخرته وفي هذه الآيات استحبابه أن يكون ما يتعارف عليه الناس في حساب السنين والشهور على حساب سير القمر ليكون ذلك من أسباب سير الإنسان على ما جعله الله من آية وعلامة كونية ظاهرة بتغير أحوال القمر حيث يطلع الناس على ذلك عاميهم وعالمهم صغيرهم وكبيرهم وفي هذه الآيات أن علم الله الكوني وتدبيره لما في الكون يشمل تفاصيل الأشياء وأجزاءها كما يشمل عظائمها وكبارها فالله جل وعلا هو المدبر للأمر وهو المصرف للكون وهو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم فهو الذي علم ما سيكون في الكون وهو الذي كتب هذه الحوادث الكونية في اللوح المحفوظ وهو الذي شاءها وأرادها وهو سبحانه الذي خلقها وفي هذه الآيات من الفوائد أن الناس يتفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم القلبية والبدنية وفي هذه الآيات أن جميع أعمال بني آدم مسجلة عليه وستعرض عليه في يوم القيامة في كتاب ينشر بين يديه ليتمكن من قراءته وفي هذه الآيات أن العبد يتأسف يوم القيامة على ما كان منه من تفريط ومن مخالفة لأمر الله جل وعلا ومن ثم يبدأ بمحاسبة نفسه وفي هذه الآيات الترغيب في الاهتداء وبيان أن الهداية يعود نفعها لصاحبها وأن الله تعالى غني عن ما يفعله العباد من أنواع الطاعات وفي هذه الآيات إشارة إلى أن أعظم الهداية ما كان مرتبطا بالقرآن ومستدلا به وسائرا على تعاليمه وفي هذه الآيات أن ظلال بن آدم وتركه للصراط المستقيم يعود بالضرر عليه وقد مثل الله جل وعلا السير على الحق والهدى والعمل الصالح وفي مقابله السير على العمل السيء بالهداية والضلال فإن العرب تعرف في سيرها وأسفارها أن بعض الناس قد يهتدي للطريق الذي يريده فيصل إلى البلد الذي هو مطلوبه بينما هناك من يظل الطريق ولا يتمكن من الوصول إلى مطلوبه فضرب لهم مثلا يعرفونه ويحسونه في حياتهم وتجاربهم وفي هذه الآيات أنه لا يؤاخذ عبد بمعصية غيره وإنما يؤاخذ كل إنسان بما كان منه من معصية وفي هذه الآيات أنه لو ادعى بعض الناس أنه يتمكن من حمل الذنوب والمعاصي التي تكون على غيره فإنه كاذب في دعواه كما قال تعالى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ وفي هذه الآيات عدل الله الشامل حيث لا ينزل عقوبة دنيوية ولا يعذب عذابا أخرويا إلا لمن وصلت إليه أوامره ووصل إليه شرعه وبعث إليه نبي وفي هذه الآيات دلالة على أن الله قد بعث لجميع الأمم أنبياء يرشدونهم إلى الحق والهدى وفي هذه الآيات أن أهل الفترة الذين لم يصل إليهم دين من عند الله عز وجل لا يعذبون وقد ورد أن من كان كذلك يُبتلى ويُختبر في يوم العرض فمن نجح في ذلك الاختبار نجى وفاز ومن لا فله الخيبة والحرمان وفي هذه الآيات وفي هذه الآيات التحذير من الفسق وبيان أنه من أسباب نزول العقوبات الدنيوية والعقوبات الأخروية وفي هذه الآيات أن هلاك الأمم إنما كان بقدر من الله وقضى فهو الذي قدر ذلك وأراده إرادة كونية وفي هذه الآيات أن الهلاك له أسباب تعود إلى العباد وأن الله لا يُنزل بأحد هلاكا يُفنيه إلا إذا كان هناك أسباب من العبد كما قال تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وفي هذه الآيات أن العباد متى أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتناصحوا فيما بينهم ودعا بعضهم بعضا إلى الإقدام على الأعمال الصالحة كان ذلك من أسباب زوال العذاب عن العباد وفي هذه الآيات أنه لا يعاقب العباد بعقوبة عامة إلا إذا ظهر المنكر وفشى واطلع الناس عليه فلم يُنكروه وفي هذه الآيات التذكير بقدرة الله جل وعلا حيث أهلك أمما كثيرة وفي هذه الآيات التذكير بما نزل على قوم النوح من الغرق الذي لم يسلم منه أحد وفي هذه الآيات أن الله مطلع على ما يفعله العباد وهو يعلم ذنوبهم ومعاصيهم سواء كانت صغيرة أو كبيرة وقال ذنوب فاستعمل الجمع لبيان أن جميع الذنوب محصاه ووضعه بصيغة التنكير ليكون مطلقا شاملا لجميع أفعالهم الصغيرة منها والكبيرة وفي هذه الآيات اطلاع الله وعلمه ورؤيته لما يكون من العباد من الأفعال الحسنة أو السيئة جعلنا الله وإياكم موفقين في كل أمورنا جعلنا الله ممن ينعمون في دنياهم ويسعدون في آخرتهم اللهم جنبنا أسباب الهلاك والدمار اللهم جنبنا أسباب الهلاك والدمار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن اهتدى بالقرآن وسار على مقتضاه اللهم اجعلنا ممن أقمت حاله باهتدائه بالقرآن يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يبشر بالوجور العظيمة والثواب الكبير اللهم إنا نعوذ بك من أحوال أهل البوار ومن أعقوبة النار اللهم اجعلنا ممن أقدم على العمل الصالح ولم يدعو على نفسه بسوء ولا على من تحت يده اللهم اجعلنا ممن تأمل في الأمور ورفق فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن شكرك على نعمك وأثنى بها عليك واستعملها في مراضيك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا إذا نشر الكتاب بين أيدينا أن نلقى إيمانا وتقوى وعملا صالحا فنلقى الثواب الجزيل ونلقى النعيم العظيمة اللهم يا حي يا قيوم نسألك بفضلك وإحسانك أن تجعلنا من الموفقين لكل خير اللهم اوفقوا لا تأمرنا للهدى واجعلهم ممن اعتصم بكتاب الهدى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلهم محكمين لشرعك عاملين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا شكرا لكم اشتركوا في القناة